تأتي ايران في المرتبة السالسة على مستوى العالم من حيث عدد السجناء بحسب الاحصائيات العالمية فوفقا لاحدث احصائية نشرتها مصلحة السجون الايرانية بتاريخ الخامس من ابريل نيسان لعام 2014 ميلادية بلغ اجمالي السجناء في المحافظات الايرانية مائتين وعشرة الاف وستمائة واثنين وسبعون سجينة الا انما ما يحدث داخل السجون الايرانية جعل تصنيفها مستقلا بذاته من حيث اساليب التعذيب والترهيب خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين نقلا عن الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية فان عشرات الشباب الذين يقبعون في السجون الايرانية انتظارا لتنفيذ احكام الاعدام تقل اعمارهم عن 18 عاما ان سلطات المعتقلات في ايران تمارس التعذيب الجسدي والنفسي بشكل ممنهج لنزع الاعتراف من المعتقلين والسياسيين منهم بشكل خاص وذلك على نطاق واسع كما ان النشطاء من ابناء القوميات الاخرى في ايران وجهت لهم تهم من قبيل محاربة الله والفساد في الارض ومعادات النظام الاسلامي والتي تترتب عليها احكام بالاعدام المقرر الخاص للامم المتحدة لحقوق الانسان في ايران احمد شهيد قال في تقرير حديث له ان المقابلات التي اجريت في تركيا مع 24 شخصا من اللاجئين الهاربين من ملاحقة الاجهزة الامنية الايرانية بينت ان عشرين منهم كانوا معتقلين قبل سجنهم في الزنزانات الانفرادية لاشهر حيث تعرضوا الى شتى صنوف التعذيب منها الصعق بالكهرباء الذي يؤدي الى حروق في الجسم والتلويح بالاعتداء الجنسي والضرب بالصياط وانواع اخرى من التعذيب ومن بين السجون الرسمية والسرية التي يمارس فيها التعذيب بشتى انواعه سجن رجاء شهر يقع في مدينة كرج القريبة من طهران وقد شهد اعدام الاف السجناء السياسيين من كلا الجنسين خلال عام 2009 ميلادية ولا يزال يشهد اعدامات يومية وسجن كهريزيك ويقع خارج مدينة طهران ومعتقل التاسع والخمسين التابع للحرس الثوري وهو احد معتقلات الحرس الثوري السرية الكثيرة ويقع داخل حامية عسكرية في طهران ولا يمكن زيارته لأي شخص حتى لكبار شخصيات السلطة القضائية ومعتقل افسره ويقع شرق طهران وسجن قرجك يقع شرق مدينة طهران وهو سجن خاص بالنساء يفتقد ادنى متطلبات الصحة وتتعرض فيه السجينات بشكل دائم للضرب والشتم والتحقير بجميع انواعه وسجن كارون سيء الصيت في الاحواز العربية المحتلة وسجن زاهدان في اقليم بلوشستان والذان يضمان مئات السجناء من ابناء السنة في الاحواز وبلوشستان اما سجن ايفين الذي يقع في شمال العاصمة الايرانية طهران ويشغل مساحة تزيد على خمسة وسبعين كيلو متر مربعة فهو اكبر معتقل للمناوئين لحكم نظام الملالي ويعتبره الشعب الايراني جحيم الله على الارض فهو ليس الاكثر شهرة بين كل معتقلات وسجون ايران فحسب بل انه الاشهر عالميا اشتركوا في القناة